كده بشكل مختصر يعني الى اسباب بتاعة سرعة الترسيب. فانت المفروض من الكلام اللي انا قلته ده تعرفي ما هو السبب الرئيسي لسرعة الترسيب اللي موجود عندي. ايه هو بقى السبب? وقال لي فيه عندك التهابات في المفاصل. تمام. وده اللي انا قلته لك. يعني انا من شوية قلت لك يعني. قلت التهابات في المفاصل واداني علاج واداني حاجات كده وروحت عملت كشفت تاني وعملت تحاليل. قال لي خلاص كده كويسة. ما فيش ترسيب. وما فيش اي حيضة يعني. بس مدرد ما هم عارض لكي خدت العلاج. كانوا رجلية دايما تحت هنا في المشط بتاع الرجل يسخنوا جدا. دايما نحس لهم سخنين. هم. داني العلاد هو وكده فاخدت العلاد والحمد لله بيت احسن. وبالفعل ده هو ده اللي احنا بنعمله. يعني ما حد مثلا بيجيلي في الهيادة يا دكتور انا عندي سخونة في رجلية بنطلب منه تحاليلة اليسار سورية الترسيب. غالبا بسبب مثلا وليكن التهابات المفاصل او مرض الالتهاب الامعاء او المشاكل المختلفة امراض مناعية او شيء من هذا القبيل. انا اي مرض بس انا كنت اتعاب تسمى اه اه كان عادينا اتهابات في المصحى بس من عكيلة والتعاب لعماليتي الحصوة ومن عكيلة. ام. تمام. انت اشتش من اي حاجة تاني. بس الحمد لله انت دلوقتي تماما ما فيش اي مشاكل صحي. بس بس. بس. لا 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 الحمد لله تمام ما فيش اي مشاكل صحي الحمد لله بس. بس انا بس عارضة اسباب يعني سرعة الترسيب او من ايه خطرتها او ايه تعبها بس. ما انت كده عرفتي ولا ما عرفتيش. لقد عرفتي خلاص. بالنسبة للمخاطر سورية الترسيب. المخاطر النتجة عن ارتفاع سورية الترسيب بشكل متوسط بالنور الالتهاب المفاصل الروماتي دي. فقر الدم. مرض في الغودة الدراقية ايه امراض في الكلة. تشوهات في خلايا الدم الحمرة. زهية ربنا يكرمك يا زهية ربنا يا سيدك يا حبيبتي. عبنا يبارك في ايك? حبيبتي يا رب. ممكن تبقى تشوهات في خلايا الدم الحامرة بعد انواع سرطانات زي سرطانات مسلا للغدد الليمفاوية. ماذا اخذ? اه اه اي دكتور منها فطورة برضو? والله هيبص اي حاجة مش ما تشتغلش في الجسم قد. بقولك ممكن تسبب يعني بعد انواع سرطانات ممكن يبقى فيه سرطان في الغدد الليمفاوية. سرطان الغدد الليمفاوية ده من ضمن المخاطر الناتجة عن اه سرعة الترسيب. عشان كده انت عالجتيه بسرعة. فالحمد الله ما عالجتيه كل حاجة لجابت لطبيعتها. صباح الفل والجمال يا زي. ربنا يا سعيدة. الاصابة الاصابة مسلا وليكن ممكن من ضمن مخاطر برضو سرعة الترسيب. الاصابة بالسل وده احد انواع عدوى الرئة مسلا بنقول التهاب الامعاء. عدوى في القلب عدوى في العظام. دي كلها اشياء ممكن تكون نتجة فقط عن يعني نتجة عن سرعة الترسيب. فلو واحد عنده مشاكل في سرعة الترسيب لابد ان احنا نعلها بشكل سريع. زي ما انت عملت كده. دكتور كاتب لك ادوية ايه? دكتور كاتب لي ادوية بس من فترة مش من دلوقتي يعني انا مش من دلوقتي خالص. دي بالها اكثر من سنتين. اه لكن الحمد لله انت حلت المشكلة. وكل شيء بقى في تمام. بس انا الحمد لله. بس انا حبيت اسألك يعني عشان ابقى عارف خطورتها اواعيد التحاليل من تاني او كده. ايوة كويس. انت عرفت كده خطورتها صحي كده? الحمد لله. ربنا يا سعيدك يا مدالية. الحمد لله. يلا احبت تقولي لي اي حاجة قبل ما انه غادر. لا لا خليك يا رب اشوفك على خير ودايما يا رب وسعادة. يا رب. الله يسعيدك يا رب ربنا يحفظك ربنا يجليك فيك. الله يكرم. اه دعوتك لناك ان شاء الله. يا رب ربنا يحفظك يا رب دايما بخير وسعادة شوفك. الله يسعيدك. يا رب. الله يخليك يلا. يومك سعيد حياتك سعادة خلي بالك من نفسك. الله 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 يسعيدك يا الله. مع السلامة باي باي خلي بالك من نفسك. سلام عليك. باي باي مع السلامة. الله يسلام.